والحين ضيافة أو استضافة مميزة في استوديو الضفرة بالإضافة للفرقة الموسيقية والفنان أديب العسم أيضا نرحب بضيفنا لليوم شريف أمر خبير في قطاع السياحة يهلو يامر حبابك وكل عام انت بخير كل عام انت بخير وباخد هذه المفترتي أنه أتوجه بتحية العيد عيد مبارك على كامل الإمارات وشيوخ الإمارات المشاهدين جميعا وخضراتكم يعني النهاردة فرصة جميلة أن احنا نحتفل بالعيد في أجواء مميزة الإمارات النهاردة بنشوف أنه الإجراءات والسياحة بتعود لمعدلات مميزة وقوية على مستوى العالم وهذا يعني بأخذ هذه الـ opportunity كمان أنه أتوجه لجميع المسؤولين في الدولة دولة الإمارات تم اختيارها ثاني دولة من حيث الأمان في آخر استطلاع للرأي في مجلة فينانشل جلوبل على مستوى 134 دولة فهذا يعطي قوة الإجراءات ومدى تأثيرها على عودة نشاط السياحة سواء السياحة الداخلية أو السياحة الدولية للدولة وهذا حد ذاته فخر طبعا وإنجاز أرقام كبيرة جدا أكيد إحنا قاعدين نتحدث عن أرقام كبيرة ومثل ما أنت قلت أستاذ دولة الإمارات قاعدة تسترجع نفسها وقاعدة توفر عدد كبير وهائل من الفعاليات والعروض لو نتحدث كيف استعدت دولة الإمارات لتوفير هذه العروض والفعاليات للمقيمين والزائرين وأيضا المواطنين بالتأكيد إحنا طبعا بنشاهد الإقراءات اللي بتتم الفترة السابقة على مدى ست شهور أو سبع شهور حاليا بنشاهد أن معدلات السياحة رجعت لمعدلات قوية كما تبقضلت وبنشاهد أن معدلات الإقامة في أغلب الأماكن الإيواء أو الفندقة حتى الشهور الفندقية بنشاهد معدلات السياحة بتعود لحوالي 62% 70% من ضمنها حوالي 50% من السياحة بيتم داخليا داخل دولة الإمارات من العملاء الداخل الدولة ولكن هذا لا يمنع أن هناك كثير من الدول أصبحت الإمارات دولة بشكل نعتبر ضوء أخضر للصفر لدولة الإمارات أو العكس الدولة بكمية قطاعاتها مستعدة للفعاليات عيد الأضحى هناك بعض الإجراءات الاحترازية بالتأكيد سيتم اتخاذها في هذا الوضع ولكن بنشاهد عودة الأنشطة الترفيهية سواء في إمارة دبيس إمارة دابوظبي وشارك أيضاً عجمان راس الخيمة الفجيرة معدلات الإقامة فيها والاستعدادات لفعاليات عيد الأضحى المبارك على أعلى مستوى بنشاهد أنه حتى على بعض المناطق مثل ياس آيلاند ياس ووترولد على مستوى الإمارات الدبي هنا بنشاهد بعض الأماكن الترفيهية تسوق جميع هذه الفعاليات أو هذه المناطق مستعدة استعداد كامل ومطمئن لاستقبال سواء السياحة الداخلية أو السياحة الدولية وبنشاهد هذا في الأرقام الوافدين على الدولة وأعتقد أنا بالنسبة لي شخصياً ويتستفت في هذه الفترة من السياحة الداخلية أعتقد أصبحت ثقافة عامة أن كل الناس المقيمين أو حتى الشياح عندهم معروفة بكل مكان موجود في الإمارات يعني بالفعل استفدنا من هذه الفترة وكانت نقطة إيجابية لاستكشاف بلدنا ولكن مع معرفتنا بكل هذه الأماكن لابد في أجواء العيد يمكن أماكن مميزة أكثر أي واحدة منها ممكن أنك توظهر لو اختياري أنا بتوجه لأبو ظابي بنشاهد فعاليات قوية على جزيرة ياس آيلاند بنشاهد عودة أنشطة الحفلات الغنائية منذ مارس العام الماضي بتم عمل أول حفلة غنائية ثالث يوم العيد يعني بنشاهد هذا في الاتحاد أرينا فهذه ستكون يعني فاعلية مميزة بسبب كمان يعني المغنيين الموجودين وشهراتهم ستكون يعني عليها العين يعني زي ما نظر نقول بنشاهد كمان فعاليات قوية عودة مدينة مدهش في دبي بفعالياتها استقطاب للعائلات ما قدرش أقول أنه في فاعلية معينة يعني ستكون مبهمة أو غير موجودة يعني بعض الفعاليات ستكون موجهة للعائلات للتسوق بنشاهد هذا حتى عودة مهرجان التسوق في دبي بنشاهد في أبو ظابي بعض التسوق في بعض الفعاليات المميزة مخصوصا في ياس ووتر وولد وجزيرة ياس عامة وورنر برازر لو أنا كشخص مع العائلة أعتقد أن هذا ستكون من الفعاليات المميزة بنشاهد كثير من الفنادق كذلك يعني فرصة لداخل الدولة للاستمتاع لأول مرة تستطيع أن تختار وتعدل من رحلتك أو الباكتج زي ما نقول يعني بما تحبه فبعض المميزات خاصة للعملة قد تصل لخمسين فائمة ستين في المائة خصومات على بعض الفنادق على بعض الفعاليات على بعض حتى الاسباء داخل الفنادق بنشاهد هذه البرامج المميزة موجودة في خلال فترة العيد وعلى معتقد هذا هيعطي زخم وفرصة لجميع الأفراد داخل الدولة للاستمتاع في خلال فترة العيد وأيضا فيه سؤال يدور على بالي أنا شخصيا يعني ابتهال بما أنك ذكرت أن الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم خصوصا في عطلة عيد الأطحى المبارك لماذا؟ بكل تأكيد الإجراءات التي تم اتخذها في دولة الإمارات ومعدلات الفعالية لهذه الإجراءات أعطت كثير من طمأنينة للسياحين يأتوا إلى هذه الدولة من أين ناحية؟ لو أخذ بس الإجراءات في آخر استطلال الرأي في مجموعة الفينانشل جروب مش بس إجراءات احترازية لكوفيد تم أخذ هذا في الاعتبار بشكل قوي ولكن عمدرة السلام الحرب الإجراءات طبيعة أنواع السياحة الموجودة في الدولة الأمان كل هذا يمثل نقلة نوعية وإيجابية للدولة مستمر يعني يعني سنة ورا سنة هناك دايما إيجابيات تكون في الدولة أعطي مثل بسيط جدا تم من سبوع الماضي فتح الفيزا الزهبية لمائة ألف كودر فهذه في حد ذاتها رغم أنها يتم أخذها أنها في مجال الأعمال ولكن هذا تعطي إيجابية للدولة هذا بيضي زخم فبتستقطب إيجابيات كثيرة بتستقطب كثير من السياح للبلد هناك شؤ يعني في خلال فترة السبع شهور الماضية بعض الإجراءات الجديدة يعني تم تسهيل بعض الإجراءات للفيز السياحة مثلا للعمل داخل الإمارات بينما بتعمل فهذا أدى إلى رفع مستويات الإقامات داخل الفنادق في الدولة عمل زخم بعض الأفراد من دول أجنبية شعروا بطبقنينة والأمان في التوجد في الدولة هذا في حد ذاته ليس فقط جزء أمني ولكن هذا جزء ينشط السياحة ويجعل البلد قبلة لجميع أفراد العالم فهذا في حد ذات إيجابي بشكل قوي وأيضا من الأشياء يعني نحن نتكلم عن السياحة عموما في دولة الإمارات وأيضا الإجازة العيد فأرد لإجازة العيد أنا أعرف شو أسوي فعل إجازة أنا يعني من العروض مثلا يعني نشوف الكثير من العروض الترفيهية هذه كيف ممكن أنها تفيد السياحة أيضا لإقتصاد وأيضا أنها تستقطب الناس لهذه الأماكن بالتأكيد يعني لو أخذنا مسأل بسيط بعض الفعاليات التي تتم في المركز التسوق هناك خصومات ضخمة موجودة في خلال فترة العيد على مستوى جميع الإمارات سواء أبو ظابي دبي فجيرة راس الخيمة عجمان الحمد لله جميع المناطق مستعدة وفيها فعاليات كثيرة على مستوى الفنادق يمكن أنا ذكرت هذا سابقا ولكن يعني أعطي نبزة عن بعض الأمور الموجودة هناك استقطاب للعائلات في بعض الفنادق فبنشاهد بعض البرامج السياحية الموجودة للعائلات حيث أن الأفراد يستطيعون أن يؤجر غرفة والغرفة أكثر من 50% خاصة هذا في حد ذاته يعني استقطاب للسياحة الداخلية ويعطي فرصة للعائلات أن تستمتع صحيح اختيارات كثيرة اختيارات كثيرة ولكن الأمر المشاهد أو الحاضل أنه الفنادق على منطقة الشواطئ ستكون ممتلئة هذا متوقع والأرقام تدل على ذلك بنشاهد فنادق شمال الإمارات سواء رأس الخيمة أو عجمان بتستقطب سياحة قوية في خلال فترة 7 شهر الماضية وسيستمر هذا في فترة عيد الأطحى لأنه أجازة مميزة يمكن هذه الأجازة ستة أيام بالكامل فهيعطي فرصة لكثير من المقيمين وأهل الإمارات أن يستمتعوا بمختلف الإمارات يعني ممكن يتم ثلاث ليالي في دبي وثلاث ليالي في أبوظبي بنشاهد هذا ممكن في هذه الأجازة وهذه فكرة حلوس طراحة متأكيد وبما أنك أيضا ذكرت جزيرة ياس شو هي أهمية إعادة إحياء أبوظبي للحفلات الموسيقية خصوصا في جزيرة ياس وفي عطلة عيد الأرحى؟ ممكن جزيرة ياس نحن توقفنا منذ مارس 2020 عن فعليات في أبوظبي ومع جزيرة ياس ولكن عمودة هذه الفعالية بالفنانين الذين سيقومون الحفلات أشهرهم حسين الجسمي تامر حسني موجودين على هذه الحفلات ستستقطب كثير من الأفراد المحبين للفنانين العرب الموجودين سيقوموا هذه الحفلات ولكن كذلك هذه تعطي نبزة عن ما سيأتي نتوقع أن يكون هناك كثير من الأمور الإيجابية لاستقطب هذه السياحة كنا بنشاهد جزيرة ياس يمكن أسبوعيا هناك فعاليات غنائية فعاليات ثقافية أعتقد هذا يعطينا أمل إيجابي أن هذه الأمور ستعود وستعود بقوة للبلد وفي حد ذاته من شاهد هذا استقطاب للسياحة بأن مدة مفتقدينها صراحة طبعا وإحنا اليوم على منصتنا في عنا فنان فلابد نسألك عن رأيك يعني شو تشوف من الاحتفالات الحين طبعا كان في فترة انقطعنا عنها فترة كانت جدا صعبة وخصوصا على الفناني أن الحفلات الغنائية هي أقرب شيء للجمهور فأنت شو إحساسك بأهمية هذه الحفلات الغنائية ورجوعها الآن طبعا الفترة السابقة طبعا كورونا فتوقفت الحفلات الفنية كثير لكن رجوعها والله هذا أمل أول شيء أمل للناس أن إن شاء الله كورونا بنتهي قريب فبالعكس الحفلات الغنائية يعني تستقطب ناس الفنانين يطرحون ما عندهم ما جديد وكل شيء يعني يطرحون في الأسواق أو في الحفلات الشيء الجديد اللي عندهم دائما يعني شكرا لك الفنان نديب على هذه المداخلة وفعلا كلامك أيضا صحيح نرجع لك أستاذ شريف عمر كيف تصف استقبال الجمهور على هذا الحدث؟ استقبال رائع يعني نحنا على ما تقد أنه هذه الحفلة ستكون أو هذه الحفلات سواء دبي أو أبو ظبي أو بيت المدر سيكون ولكن خلينا يعني نتحدث بشكل مكسف على هذه الحفلات التي ستقام في الاتحاد أرينا في أبو ظبي هذه الحفلة ستستقطب كثير من الأفراد ويعني أنا بقى بردك بس ترجع أنه الأسبوع الماضي انتهينا من اليورو كاب كان تنظيم مميز شاهدنا الأفراد في المدرجات بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي عمل هذا كذلك في دولة الأمارات أنا أعتقد أنه هيدي إيجابية شديدة أنه الناس تشعر بالأمان والبالطمئنان أكثر فبالتالي ستعود الحياة لطبيعتها يعني كلنا منتظرين هذا التوقيت دي بيعطينا الأمل صحيح والأمل شيء جدا يعني خالي ونحتاجه في هذا الوقت المعتقد هو الأمل هو ما أعطانا أنه إحنا استمرنا هذه الفترة كنا نعتقد أنه هي أمور صعبة مررنا بيها ولكن يعني الإيجابية في الموضوع أنه جمعنا يعني عدنا بشكل إيجابي بنحاول أنه نسترجع أمور كثيرة بشكل إيجابي في الدولة وهذا يعني أنا شايف أنه يعني دولة الأمارات بشكل خاص استطاعت بشكل قوي أن تستعيد مكانتها في هذا المجال نعم كما نحن عرفنا عن المقيمين والأماكل الموجودة والأشياء وعطيتنا أفكار وفعاليات ما بالنسبة للزائر الذي هو السياحة الخارجية النوس التي تكون من برا متأكيد كسياحة خارجية أعطيكم نوع نبذة سريعة يمكن دولة يعني مدينة دبي أو دبي أمارة دبي ليس في مدينة دبي استقطبت حوالي 2 مليون زائر والدول القادمة للسياحة بنشاهد طبعا يعني رقم واحد كدولة هي الهند ولكن لبعض الإجراءات الحالية الموجودة في الدولة هناك غلق ولكن بنشاهد أمريكا بنشاهد مصر كاستقطاب للسياحة منها إنجلترا فرنسا هذه الدول كانوا سابقا بيأتون فقط للسياحة شواطئ أو ولكن الآن بنشاهد سياحة تسوق بتتم بنشاهد سياحة ثقافية حتى بتتم يمكن أنا بذكر كمان أنه يعني خارج فطرة عيد الأطحى ولكن نهنق لدولة الإمارات على إكسبوت 2020 سيتم في شهر أكتوبر القادم يمكن أنا شهدت وحضرت الفعالية للإستعدادات التي تتم في هذا المجال يعني إجراءات ومجموعة عمل أكثر من رائعة على قدم الوساط يعني زي ما نقول الاستعداد للفعالية يمكن خلال 70 يوم أو 77 يوم بنشاهد قوة يعني حدث خرافي سيتم إيجاده طبعا دف حد ذاته استقطاب لبعض الحفلات أو بعض العملاء الذين يهتمون بهذا يمكن الشرق لا نريد أن ننساها كذلك يمكن جزيرة النور بحديقة الفراشات بالمقى الثقافي مقى النور على الجزيرة كل هذه الفعاليات مختلفة تستقطب جميع الاختيارات فأحيانا الشخص بيكون يعني نختار هذا أو هذا يتوه بالضبط يعني ولكن هذا بيدي زخم يعني بيدي أنه الدولة بتتيح جميع الإمكانيات لمختلف سواء عائلات سواء أفراد سواء سياحة علاجية يعني حتى لا أريد أن ننسي سياحة علاجية هناك بعض الفنادق على البالم جميرا تخصصها سياحة علاجية هذا يمكن من الأمور الجديدة لم نشاهدها سبقا ولكنها بتستقطب نوع جديد من السياحة وده يعني أمور جميع يعني إيجابية صحيح فعلا دولة الإمارات دائما تحرص على استخطاب السياح وأنهم يعيشون ويتواجدون في دولة الإمارات على أعلى مستوى سواء من الأمان والترفيه وجميع أنواعهم سعيدة وأجواء مميزة ويعني ربنا يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات على ما أعتقد أنه هذا يعني إيجابية هذا الموضوع في حد ذاته استقطاب لجميع دول العالم لدولة الإمارات أستاذ شريف شكرا جزيلا على تواجدك ويانا شرفنا ونورتنا واستفدنا أيضا ونعيد ونقول لك العام وانت بألف خير كل عام وانت بخير جميعا وعلى حكام الإمارات وشيوخنا في الإمارات وجميع المشاهدين ويعني ربنا أجعلوا عيد سعيد وكلنا نكون في أحسن حل آمين يا رب العالمين شكرا وإحنا مواصلين وياكم مشاهدين بعد الفاصل ولكن قبل ذلك المزيد من الأغنيات بصوت الفنان والملحن اللي مشرفنا اليوم أديب العسم إذا تقدر على المطلوب بادر أنا البحار وانتظر الزفين إذا وفيت أنا قدر وعادر وإذا قصر زمانك عادرين على الذكرى ترى الميعاد باكل ديبادلني من شعر كد فينا أنا وشائي وأحساسه من شعر وله متعب ومال حسين على الذكرى ترى الميعاد باكل ديبادلني من شعر كد فينا أنا وشائي وأحساسه من شعر وله متعب ومال حسين ديبادلني من شعر ومال حسين ديبادلني من شعر ديبادلني من شعر ديبادلني من شعر متابت توب من كسر الخواطر أنا البحار وانتظر الزفين إذا وفيت أنا قدر وعادر وذا قصّق زمانك عادية على الذكرى تعلمي عاد باكل تبادل شعرك تضيفينا أنا وشاقي وإحساس ومشعب ولا متعب ومال حزينة ولا متعب ومال حزينة ولا متعب ومال حزينة